في الوقت الذي أكد خبراء أن ما يقدر أكثر من نصف الإنتاج الفلاحي يتم خسارته قبل دخوله إلى آلة الإنتاج الصناعي شذد السفير الإطاري للشروق الإخبارية على قدرة إيطاليا مساعدة الجزائر في خلق قاعدة صناعية للمنتجة الفلاحية تكون قادرة على التسويق في الأسواق الأوروبية جزاغرو هو مجتمع للمنطقة إطالية معرض جزاغرو للصناعات الفلاحية هو موعد مهم للمؤسسات الإيطالية التي جاءت من أجل إبرام شراكة حقيقية مع الجزائريين نظر الاهتمام بالصناعات التحويلية وما نمتلكه من خبرة في مجال الصناعات الغذائية إيطاليا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال التكنولوجيا وأهم من ذلك تلك الصداقة التي نقيمها مع الجزائر وإيطاليا قادرة على جلب قيمة مضافة في مجال التصنيع في الجزائر حديث السفير الإيطالي لشروق الإخبار يجعل هامشي حفل الاستقبال الذي نظمته الوكال الإيطالي لتطوير التجارة الخارجية بمناسبة الصالون الدولي للصناعات الغذائية جزاغرو هذا الحفل الذي احتضنه فندق سفتال الجزائر وحضره رجال أعمال وصناعيين جزائريين وإيطاليين إيطاليا تشارك في طبعة السادسة عشر لصالون دولي للمنتجات الفلاحية وهو موعد مهم لدينا لقد حضرت إيطاليا ب120 مؤسسة من بينها 65 مؤسسة قديمة من إيطاليا والأخرى تعمل بالجزائر أعتقد أن ثمة الكثير يمكن فعله للوصول إلى معادلة البحر بين المؤسسات الجزائرية والإيطالية ونحن مستعدون لتقديم الدعم للمؤسسات الجزائرية حيث تعد إيطاليا والمموين للجزائر بالماكينات الصناعية المشهود لها بالجودة إننا نود أن نتخطى تجارة إلى مجال الاستثمار المباشر وهذا هو هدفنا منذ الآن اللقاء سمح للمهنيين الجزائريين بتبادل الأفكار والخطط المتعلقة بآخر المعدات التي قد تخدم مشاريعهم والاستفسار عن آخر الابتكارات التكنولوجية والتقنية بالإضافة إلى تطوير الفلاح والتحويل والتغليف الخاصة بالخضر والفواكه واللحوم والحليب ومشتقاته والمشروبات والحبوب والمرطبات اشتركوا في القناة